لا يخفي قادة فصائل مسلحة منضوية ضمن الحجر الشعبي أن مهمة الأخير تحولت من محاربة تنظيم داعش الإرهابي إلى حماية النظام السياسي الحالي في إطار اتفاقات سياسية جديدة قياديهم في الإطار التنسيقي أكد أن الأحزاب قبل تشكيل حكومة السودان اتفقت شفهيا وتحريريا على ورقة خارجية وقعها عدد من زعماء الأحزاب والفصائل المسلحة على أن تقوم الأخيرة بحماية حكومة السودان من أي مخاطر قد تسببها الحركات المدنية والاحتجاجية أو تحركات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومنع أي سيناريو شبيه بما حصل مع حكومة عدل عبد المهدي التي سقطت جراء الضغط الشعبي عام 2019 و2020 وأضاف القيادي أن جميع الأحزاب العراقية تعرف أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران تحمي نظام سياسي وما تتضمنه من تفاصيل وتوزيع المناصب والثروات